موسيقى مساء الخير على حضراتكم مساء الخير على كل جماهير النادي الاهلي في كل مكان براحب بحضراتكم في أولى حلقتنا وبرنامجنا الجديد المحترف في الدوري المصري زي ما حضراتكم عارفين ومتابعين كنا طبعا بنتلع كل يوم اثنين وخميس على تغطية الكرة العالمية شكل جديد وان شاء الله برنامج جديد هيكون موجود مع حضراتكم المحترف في الدوري المصري زي ما احنا مستمرين مع حضراتكم تغطية كاملة للكرة العالمية والدوريات الخمس الكبرى يوم الاثنين ان شاء الله لكن كل يوم جمعة وحضراتكم بنقدم لكم برنامج جديد المحترف في الدوري المصري الحقيقة يعني عادنا ادارة القناة وعادنا مع فريق العمل وعايز اوصل لحضراتكم فكرة البرنامج ايه اكيد هنعمل يعني حصاد لكل جولة من جولات الدوري المصري هنتابع كل المباريات سواء في الدوري المصري او كاس مصر ولكن الحقيقة هنقدم لكم طبيعي هنقدم لكم كل الاحصائيات وكل الارقام وكل النتائج وجدول الترتيب والهدفين وكل ما يخص الدوري المصري والكرة المصرية لكن الحقيقة مش دا الهدف الاساسي يعني اكيد طبعا الحصاد عندنا الارقام والاحصائيات هيكون معانا نجوم وعندنا محللين على اعلى مستوى لكن خلونا يعني انقل لحضراتكم بالضبط فكرة البرنامج الحقيقة دايما النادي الاهلي وقناة النادي الاهلي حريصة انها يعني بتقدم محتوى يعني اولا يفيد المشاهد بشكل كبير جدا وكمان على المستوى الرياضي يفيد الكرة المصرية بشكل خاص الحقيقة يعني البرنامج المحترف العالمي بنقدم لكم صورة رائعة للدوريات وكرة العالمية وبنطلع منها ما يفيد الكرة المصرية كمان هنا في برنامج المحترف في الدوري المصري هنقدم ونتكلم على الدوري المصري ونتكلم على قضايانا عندنا قضايا كثيرة جدا وملفات كثيرة جدا جدا في الكرة المصرية وفي الدوري المصري الحقيقة كل يعني هنقدم من خلال دوت هيبقى فيه زي مراية كده هنقدم إحسائيات وأرقام وجداول وحنبدأ شوية نقارنها بما يحدث في الدوريات الأخرى الدوريات على المستوى الأوروبي على طول أول ما أقول كده الناس تقولك يا كابتن هاني إحنا فين وهم فين دايما المقولة ديت ودايما الناس بتقول ياه ده إحنا بعيد أوي صدقوني يعني هو ده دورنا وأعتقدها ده كمان من الأدوار المهمة جدا جدا للإعلام الرياضي إن إحنا نتكلم على سلبياتنا ونتكلم على قضايانا بشكل محترم مش بس كده كمان نقدم الحلول فكرة البرنامج حصاد للدوري المصري والقرى المصرية ولكن الأساس كمان النقاش وطرح القضايا التي تفيد القرى المصرية عندنا قضايا كثيرة جدا وكل أسبوع ممكن يكون عندنا قضية الغرض من طرح هذه القضية هو إيجاد الحلول إيجاد الحلول على مستوى على مستوى يقربنا شوية زي ما بنتكلم والناس بتقول يا ده إحنا بعيد أوي ولما تراجنا على المنتخب المغربي في كاس العالم قلنا يا ده إحنا بعيد أوي ومش حكدب على حضراتك وكل الجيل الصعد والجيل الولاد الصغيرين مهتمين جدا جدا بالدوريات الأوروبية وعندهم حق لأن عندنا يعني عندنا في الدور المصري حاجات كتيرة جدا جدا لازم تتعامل علشان نقرب وطول ما إحنا بنقول إحنا بعيد أوي يا كابتن وإحنا مش هنقدر يا كابتن هنفضل وقفين في نفس النقطة لا من خلال المحترف في الدور المصري هنقدم لحضراتكو الحلول الحمد لله من خلال خبراتي 15 سنة في أوروبا شفت الناس دي بتشتغل إزاي في كل الملفات على مستوى على مستوى الدوري الألماني على مستوى النقل التليفزيوني على جميع المستويات والحقيقة أنا هدخل حضراتكو معنا في هذا الموضوع يعني هنتواصل مع حضراتكو يعني من خلال السوشيال ميديا لي قناة النادي الأهلي وبرنامج المحترف هنتواصل مع حضراتكو لطرح هذه القضايا واللي عنده اللي عنده فكرة واللي عنده حل من الحلول هنتواصل ويكون موجود معنا مش بس كده كمان هننزل مع حضراتكو في الشارع أنا عارف يعني الجماهير اللي بتحب الكرة يعني تقدر تقول 100% أو 95% من شعب مصر بيحب الكرة وعايز دايما بلده على المستوى المحلي وعلى مستوى المتخبنة تكون في أحسن حال وبالتالي هتلاقي حوارات على مستوى الشارع الرياضي هناخد أراءكو وناخد ونطرح القضايا بشكل يعني يليق أولا بحضراتكو ويليق باسم الكيان ومقناة النادي الأهلي اللي أنا بتشرف أننا موجود فيها وبالتالي إن شاء الله بإذن الله هنقدم محتوى رائع شكرا